بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم نستمر في دروسنا في الشاشة نزياء راحب وصلنا إلى الفصل الخامس وانتهينا من موقوع جمع كميات المتجهة أو جمع القوة ورأينا أنه يمكن جمع كميات المتجهة والقوة نوع من أنواع الكميات المتجهة يمكن جمعها بثلاث طرق أما بطريقة الرسم أو بالطريقة الحسابية أو بطريقة التحليم وجدنا أن طريقة الرسم طريقة سهلة ولكنها تعتمد على دقة الرسم وطريقة الحساب هي طريقة مباشرة ولكن لا يمكن تطبيقها بشكل مباشر إلا على متجهين أما إذا كان عندنا أكثر من متجهين فإن كي نحصل على إجابة دقيقة وفي نفس الوقت مباشرة نحن نحتاج لأن نستخدم طريقة التحليل أو طريقة تحليل المتجهة أو القوة إلى مرتبة الآن ننتقل إلى الاحتكاك والاحتكاك هو تطبيق على القوة في بعدين الذي هو عنوان هذا الفاصل الفاصل الخامس الاحتكاك تكلمنا في الفاصل الرابع عن القوة المعيقة التي تعيق الحركة وذكرنا من ضمن أمثلتها قوة الاحتكاك مع الصدر قوة الاحتكاك مع الصدر هي قوة تنشى عن تحريك بداية أو محاولة تحريك الجسم في اتجاه معين بسبب عدم يعني وجود نوع من السطوح السطوح التي تعتبر مثالية السطوح الملساء المثالية لا يوجد سطوح ملساء مثالية لا بد من وجود كمية احتكاك ولذلك تنشى قوة الاحتكاك هو في العادة قوة الاحتكاك تكون معاكسة لاتجاه الحركة أو محاولة اتجاه الحركة في العادة تكون قوة الاحتكاك معاكسة فإذا الاحتكاك ينقسم طبعا إلى نوعين الاحتكاك سكوني واحتكاك حركي الاحتكاك السكوني هو عبارة عن القوة التي تعاكس بداية تحريك الجسم عندما يكون عندنا جسم ثقيل هذا الجسم الثقيل مثلا إذا أردنا أن نحركه على سطح يعني فإحتاج نبذل قوة في البداية هذه القوة اللي نحتاج نبذلها في البداية تكون قوة الاحتكاك الساكم إذا تحرك الجسم أثناء تحريك أيضا في هناك قوة احتكاك متحرك تعاكس أيضا اتجاه الحركة ولكن نحن نشعر ونحس أن القوة التي يحتاج أن نبذلها في البداية في العادة تكون أكبر من القوة التي نستمر في بذلها إذا أردنا أن نحرك الجسم على سطح خشم ولذلك قوة الاحتكاك الساكوني أكبر من قوة الاحتكاك الحركي ونسوف نرى أن معامل الاحتكاك الساكوني يكون أكبر من معامل الاحتكاك الحرك هذا مثلا إذا أراد شخص أن يحرك جسم بداية الحركة يحتاج يبذل قوة أكثر ثم إذا تحرك ثم هو أن يبذلها في العادة تكون أقل طيب قوة الاحتكاك ماذا تساوي؟ تساوي معامل الاحتكاك ضرب القوة العمودية وهذا أشارنا له سابقاً فإذا أرادنا أن نجد قوة الاحتكاك الحركي اللي هي FK يساوي هذا معامل الاحتكاك الحركي لضرب قوة العمودية وهكذا بالنسبة لمعامل قوة الاحتكاك الساكن قوة الاحتكاك الساكن في العادة لها قيمة عظمى وهذه القيمة العظمى قوة الاحتكاك الساكن تساوي معامل الاحتكاك الساكن ضرب القوة العمودية وفي العادة معامل الاحتكاك الساكن أكبر أو السكوني أكبر من معامل الاحتكاك الحركي هذا الجدول مثلاً فيه معاملات الاحتكاك للسطوح المشهورة ولو تلاحظ دائما معامل الاحتكاك السكوني أكبر من معامل الاحتكاك الحركة للسبب الذي ذكره طيب خلينا الآن نبدأ نكتب وأيضا نأخذ أمثلة وربما نحل هذا المثال مثال الثلاثة والمثال الذي يلي فإذا موضوعنا اليوم هو قوة الاحتكاك وذكرنا أن قوة الاحتكاك هي قوة تعاكس قوة تعاكس الحركة وطبعا هذه القوة تتوقف على كتلة الجسم على القوة التي يؤثر بها السطح على الجسم أو الجسم على السطح وهذا وتتوقف وتعتمد على القوة التي يؤثر بها الجسم على السطح أو العكس القوة التي يؤثر بها السطح على الجسم أو العكس والمقصود بالعكس القوة التي يؤثر بها السطح على الجسم هي القوة العمودية إن قوسين القوة العمودية هو العمودية أو إفء هذا واحد من العوامل أيضا تعتمد على ماذا وأيضا وأيضا وتعتمد على نوع السطح يعني الاحتكاك مثلا على سطح خشم غير الاحتكاك على سطح أملس غير الاحتكاك على سطح خشبي غير الاحتكاك على سطح مثلا من الاسمنت أو من الحديد فكل سطح له معامل الاحتكاك وطبعا تعتمد على نوع السطح ونوع السطح يحدد بماذا؟ فهذا يحدد بمعامل الاحتكاك فمعامل الاحتكاك هو ما زل بالرامزي نيوه نيوه عبارة عن رامزي لكن طيب لكرنا أيضا أن قوة الاحتكاك تنقسم إلى حسنين أنواع قوة الاحكاك عندنا واحد قوة الاحكاك الساكل الساكل وهذه يوم الزل بالرامز F S F S ماذا تساوي؟ أول قانون ماذا؟ F S تساوي معامل الاحتكاك السكوني ضرب القوة العمودية المؤثر على الجسم هذا النوع الأول النوع الثاني طبعا هذا كما ذكرنا هذا في بداية الحرب بداية الحرب النوع الثاني هو هو قوة الاحكاك المتحرك خير ما زالها براج F K وهذه أثناء الحرب والأثناء الحرب طبعا بماذا يرمز لها هذه أو كيف تحصل نفس الشيء نفس الطريقة لكن هنا تحصل الشكل F K ساوي NU K طبعا مثل ما ذكرنا في العادة F S أكبر من F K أو افتصار NU S أكبر من NU K F F S أكبر من F K أو NU S أكبر من K طيب ناخد مثال نحن مثال مثال هو هذا مثال ثلاثة بكتاب مثال ثلاثة صفحة مثال ثلاثة صفحة نيو واثنين واثنين وإذا دفعت صندوقا خشبيا كتلته 25 كيل جرام على أرضية خشبية بسرعة منطظمة مقدارها واحد متر لكل ثانية فما مقدار القوة التي أثرت بها في الصندوق قالنا أن الصندوق يتحرك بسرعة منطظمة هذا معناته أن محصرة القوة الخارجية المؤثرة عليه ماذا تساوي تساوي صفحة فإذا القوة التي يبذلها الشخص بتساوي قوة ماذا بتساوي قوة الاحتكام فإذا تساوي القوتين بتصلح محصرة القوة المؤثرة على الجسم تساوي صفحة وبالتالي بيتحرك الجسم بسرعة منطظمة أو بيتوقف سواء كان تحرك منطظمة أو توقف فالمسألة محصرة قوة تساوي صفحة فإذا في هذه الحالة لو نظرنا مثلا في هذه الحالة قوة التي يدفع بها الشخص يهدد هذه القوة قوة الدفع عندنا في الجهة الأخرى في الأسفل قوة معاكسة هي قوة الاحتكاك قوة الاحتكاك المتحرك طالما أن صندوق يتحرك فإذا كانت السرعة هنا منطظمة إذا كانت V ثابتة هذا معناته سيجمال أو محصلة أو محصلة القوة المؤثرة سيجمال F يساوي صفحة أو في المعاكسة هنا محصلة قوة يساوي إذن وجينا نجمعهم وإيش الذي يحدث قسير قوة قوة الدافع F الدافع لأن F الدافع عيني بالاتجاه الموجر F الدافع بالاتجاه الموجر و F K بالاتجاه السالب إذا اعتبرنا هذا الموجر اللي عليهم هذا السالب يصير عندي F الدافع ناقص F K يساوي صفحة لأنها يتجاه ساوي إذن F الدافع يساوي F K F الدافع إذن F الدافع يساوي F K وبالتالي لما نجد F الدافع يساوي F K و F K عبارة عن معامل احتكاك الحركي ضرب بالكوة العمودية ويساوي معامل احتكاك الحركي نستطيع أن نجده من الجدول خشب فوق خشب معامل احتكاك الحركي فاصلة 2 فإذا نساوي فاصلة 2 ضرب القوة العمودية وطالما أن الجسم يتحرك على سطح أفقي فالقوة التي يؤثر بها الجسم على السطح تساوي وزنه أو القوة التي يدفع بها السطح الجسم تساوي وزنه إذن ضرب الوزن فضرب الوزن يعني ضرب M ضرب G ويساوي نعود بونت 2 ضرب كتلتة كتلتة مثل ما حددها 25 كيل جرام ضرب 9.80 الجواب في الأخير تطلع 49 وهو جواب بسيط أو مثال بسيط أنا ناخد المثال إلا بعد مثال أربع مثال أربع المثال السابق إذا تضاعفت القوة التي تؤثر في الصندوق الذي كتلة 25 فما هو تسارع الصندوق في هذه الحالة إذا تضاعفت القوة المبذولة فالصندوق لن يتحرك بسرعة منتظمة وإنما بيتحرك بماذا بتسارع فبالتالي إذا قد ضقنا قانون يوت الثاني يصبح بالشكل الثاني سجن F أو F المحصلة يساوي M ضرب A طيب ما هي القوة المبذولة قوة المبذولة هي اثنين F الدفع لأنه تضاعف ناقص F K يساوي A طبعا F K F الدفع تساوي F K فإثنين F ناقص F K بيساوي يعني واحد F القوة اللي بذلناها يعني في هالحالة هذه بيصير عندي واحد F هنا الصندوق بذلنا عليه لو فرضنا هذا الصندوق بذلنا عليه قوة دفع تساوي ضعف قوة الدفع الأولية يعني بسا 2 ضرب 49 ناقص 49 بيصير 49 فإذن المحصلة ما للقوتين بتصير تساوي 49 فإذن التسارع A يساوي محصلة قوة 49 على على الكتب اللي 25 إذن الجواب بيصير واضح بهالحالة هذه بيصير الجواب بيصير 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 الجواب تقريبا يساوي تقريبا يساوي 2 متر كل ثاني 3 طيب هذا بالنسبة إلى المثال هذا ناخد المثال آخر أيضا مثال أو سؤال 19 صفحة صفحة 144 قلت تنزلت قطعة خشبية كتلتها 1.4 كيل جرام على سطح خشب فتتباطع بتسارع مقدار وأعطانا التسارع ما معامل احتكاك الحركي بين القطعة الخشبية والسطح فإحنا في هذه الحالة عندنا هذا السطح وهي القطعة الخشبية هذه بدأت تتباطع يعني لا توجد عليها قوة خارجية تدفعها إنما القوة الخارجية هي فقط ما يعني عندها تتباطع يعني بكلمة أخرى حتى يكون بتلك عندنا قوة الاحتكاك قوة الاحتكاك قوة الاحتكاك تؤثر في هذه S وقوة الاحتكاك تؤدي إلى تسارع بيكون بالسالب التسارع بيكون في الاتجاه المعاكس يعني السرعة في هذه الجهة حركة في هذه الجهة ولكن التسارع في الاتجاه المعاكس لأنه يكون بالسالب لأنه تباطع في هذه الحالة حتى نجد معامل الاحتكاك بيصير عندي المسألة بالشكل التالي تكون عندي F كي يساوي ميو ضرب Fn وهذا يساوي أيضا كتلة الجسم ضرب تساوي يساوي كتلة الجسم ضرب تساوي طيب إذن نقدر نقول إذا أخذنا فقط هذا الجزء فيصير عندي المطلوب إيجاد ماذا لو أتباحه؟ المطلوب إيجاد ما معامل إحتكاك مرقوب إيجاد ميو إذن ميو تساوي M A مقصومة على Fn وتساوي M A M عبارة عن 1.4 ضرب A له مقدار التباطة طبعا زي ما ذكرنا اثنينهم في نفس الجهة وبالتالي بعد خلاص بصير مشارتهم كأنما هي واحدة 1.4 ضرب مقدار التباطة اللي هي واحدة فاصلة اثنين واحدة فمسة فاشدين كنون تساوي واحدة فاصلة أربعة ضرب واحدة فمسة فاشدين قسمة Fn اللي هي قوة عبارة عن وزن الجسم وتساوي كتلته واحد فاصلة أربعة ضرب تسعة فاصلة ثمانية فالجواب في الأخير بيصير لما نجي نوجده على الحاسب بيصير بيصير واحد فاصلة أربعة ضرب واحد فاصلة اثنين خمسة يساعد قسمة نفتح هنا قوس حتى يساعد قسمة عليهم مع بعض قسمة واحد فاصلة أربعة ضرب تسعة فاصلة ثمانية موسى الجواب يساوي الجواب بيصير فاصلة أثنعش فمعامل الاحتكاك عبارة عن فاصلة أثنعش إذن معامل الاحتكاك في هذه الحالة ساوي معامل الاحتكاك تساوي فاصلة أثنعش الجواب ساوي طبعا معامل الاحتكاك واضح أنه ليس له أي وحدة قياس لأنه عبارة عن قوة مقسومة على قوة فلا يوجد له وحدة قياس طبعا سؤال العشرين خذنا نعتبره واجب وهو مشابه للمثال لحل إلى الآن لأنه ننتقل إلى قوة والحركة في بعد الان ننتقل إلى قوة والحركة في بعدين بندرس فيها الاتزان ثم بندرس الجسم المنزلق من على سطح من على سطح ماء فلو بدأنا في البداية بالاتزان بندرس في هذا الموضوع بندرس في الموضوع الواحد الاتزان الاتزان نفرضنا من عندنا جسم هذا الجسم تؤثر عليه عدة قوة بحيث يبقى ساكل تؤثر عليه F1 مثلا في هذه الجهة وتؤثر عليه F2 مثلا في هذه الجهة وتؤثر عليه F مثلا ثلاثة في هذه الجهة بحيث أنه يبقى ساكل لا يتحرك شايف لو كان عندي مثلا مثل الثرية اللي مرفوعة بحبلين من هذه الجهة وهذه الجهة فهذه الثرية تبقى ساكلة مع أنها تؤثر عليها عدة قوة طيب حتى تبقى ساكلة أو تبقى متزنة لا بد أن تكون متزنة فما هو شرط الاتزان في هذه الحالة واضح أن شرط الاتزان بيكون شرط الاتزان بيكون الشكل التقل شرط الاتزان في هذه الحالة إذا كان الجسم واقع تحت تأثير عدة قوة فإن شرط الاتزان بيكون محصلة القوة المؤثرة على الجسم محصلة القوة المؤثرة على الجسم تساوي صفر هذا هو شرط الاتزان محصلة القوة التي تؤثر على الجسم تساوي صفر هذا الجسم الموجود هنا إذا كان واقع تحت تأثير عدة قوة وهو ساكن لا يتحرك أو وهو متزن في هذه الحالة شرط الاتزان بيكون محصلة القوة المؤثرة وعليه تساوي صفر طبعا هذا الشرط الأول من شرط الاتزان وهذا الشرط يمنع انتقال الجسم من نقطة إلى نقطة أيضا عندنا شرط يمنع دوران الجسم يعني مثلا هذا القدم قد يكون ساكن ولكنه يمكن يكون قابل للدوران طيب ما هو الشرط الثاني الذي يمنع دوران الجسم أو يجعل الجسم متزن النصب إلى الدوران هذا الشرط ان شاء الله يدرس في فيزياء اثنين وهو عبارة عن محصلة العزم المؤثر على الجسم يساوي صفر فإذا حتى يكون الجسم متزن اتزان ساكن تماما لا بد أن يكون محصلة القوة المؤثرة عليه تساوي صفر والشرط الثاني وهذا ما بندرسه الآن وإننا بيدرس في فيزياء الثاني محصلة العزم مؤثر على الجسم يساوي صفر إذن عندنا الشرط الأول محصلة الشرط الثاني محصلة العزم يساوي صفر وهذا الشرط الثاني ما بنتعرض له فهذا بالنسبة إلى الاتزان الآن ننتقل إلى إلى حركة الجسم المنزلق من على ساطح ماء وهذا واقعا موضوع له تطبيقات كثيرة ولذلك وأيضا له يعني سوف نطبق فيه مسألة تحليل القوة فهو مثال وموضوع جيد على تطبيق تحليل القوة أيضا فالجسم المنزلق على سطح ماء نبدأ في البداية إذا كان السطح أمز واحد السطح أمز فلنفرض أن عندنا هذا سطح ماء هذا سطح ماء يمين عن الأفق مثلا بزاوية وقتها لو فرضنا أنه في جسم على هذا هذا الجسم ما هي القوة الخارجية ما هي القوة الخارجية المؤثرة عليه لو نظرنا إلى هذا الجسم ما هي القوة الخارجية المؤثرة عليه هناك كم قوة تؤثرها واضح أن هناك قوة هذه دائما موقودة وهي قوة الجاذبين عندنا قوة الجاذبية وقوة الجاذبية هذه دائما تؤثر في أي اتجاه قوة الجاذبية دائما تؤثر رأسيا إلى أسفل هذه قوة الجاذبية F-G طيب فقط قوة الجاذبية تؤثر على هذا الجسم لا عندنا قوة أخرى خارجية تؤثر على هذا الجسم وهي قوة الدفع قوة الدفع العمودية التي يؤثر بها السطح على الجسم السطح يؤثر على الجسم يدفع الجسم بقوة هذه القوة تؤثر عموديا على السطح دائما تؤثر عموديا على السطح فإذا اتجاه القوة العمودية يكون عموديا على السطح جاء القوة العمودية يكون عموديا على السطح وهذه أسمناها السؤال هل القوة العمودية في هذه الحالة تساوي وزن الجسم أو بكلمة أخرى هل الجسم يضغط على السطح بقوة تساوي وزن في هذه الحالة إذا كان السطح مائم منطقيا لا القوة التي يؤثر بها الجسم على السطح بتكون أقل من وزن لماذا؟ لأن الوزن لو نلاحظ الوزن يؤثر عموديا إلى أسفل FG تؤثر عموديا إلى أسفل هذه القوة الجاذبية أو وزن الجسم يمكن تحليلها إلى مركبتين وزن الجسم يمكن تحليلها إلى مركبتين مركبة موازية للسطح ومركبة عموديا على السطح ومركبة عموديا على السطح المركبة الموازية للسطح نبدأ نسميها مثلا F المحركة أو اختصارا F X وهي المسؤولة عن انزلاق الجسم هي التي تؤدي إلى تحريك الجسم وانزلاق على السطح طيب القوة الثانية أو المركبة الثانية هذه نسميها F وانزلاق وهذه هي القوة التي يضغط بها الجسم على السطح أو القوة التي تؤدي إلى اتصاق الجسم بالسطح يعني لماذا لا يطير الجسم؟ لأن في قوة تضغط على السطح على السطح تؤدي إلى اتصاق الجسم بالسطح وهي F Y هذه F Y تساوي ماذا؟ تساوي القوة لأنها هي القوة التي يضغط بها الجسم على السطح وهي حسب قانون ميوتن الثالث تساوي القوة التي يدفع بها السطح الجسم أو القوة العمودية فالقوة العمودية تساوي F Y الآن خلينا نجي نشوف F X و F Y ماذا تساوي بالنسبة إلى F G؟ طبعاً F G إحنا نعرف تساوي ماذا؟ تساوي وزن الجسم أي تساوي القوة الكتلة ضار التسارع الجالبية طيب الآن حتى نعرف F X ماذا تساوي بالنسبة إلى F G؟ لابد أن نحدد الزاوية لاحظ معي هذه الزاوية ثيتا الزاوية ثيتا لو نلاحظ لو لاحظنا فهذه الزاوية ثيتا من نسبة إلى هذه القوة طبعاً الآن لو جينا ونقلنا F Y نقلتها إلى هذه القوة لأن F Y في هذه المكان أفضل أن هذه هي الإفضل فإذا هذه الزاوية هي نفسي الزاوية الآن لو أتلاحظوا هذا المثلث قائم لاحظوا هذه الزاوية مثلث القائم دعنا نرسمها بلون آخر ونسبة لكلهم لون الأسود هذا المثلث القائم هذا المثلث هذا المثلث القائم هذا المثلث القائم الزاوية قائم الزاوية في هذه المثلث طيب يساوي ماذا ساوي 180 داوط طيب لاحظ معي عندنا مثلث قائم الزاوية أيضاً فإذا هذه الزاوية 90 زائد зاوية زائد هذه الزاوية زائد هذه الزاوية يساوي أيضا 180 فإذا بالضرورة بالضرورة هذه الزاوية تساوي فيت لأننا لاحظ معا فيت زائد 90 زائد فيت يساوي 180 وفي زائد هذه الزاوية زائد 90 يساوي 180 فإذا هذه الزاوية تساوي فيت إذا هذه الزاوية تساوي نفس هذه الزاوية زاوية ثمين السطح. اذا نقدر نقول هي نفسة بالزاوية ثيتا. طيب اذا هذه الزاوية ثيتا في بالنسبة الى الزاوية ثيتا يمثل ايضا يمثل المجابر لرمزنا لبرامز ايه. وف اكس بالنسبة الى هذه الزاوية الف اكس هو هذا. فاذا الف اكس يمثل بالنسبة الى هذه الزاوية اللي هو الضلع المقابل اللي هو او. اذا الاف اكس هو الاو والاف واي هو الاي. فكيف نوجد المقابل وكيف نوجد المجاور هذا درسنا في الحصة او في الدرس الماضي. فقلنا المقابل وهو اف اكس يساوي الوتر ضرب ساين يساوي. الوتر هو ماذا هو الاف جي ضرب ساين يساوي. وهذا يساوي ام جي ضرب ساين في. قلنا هذه تساوي القوة المحركة يعني هي القوة التي تؤدي الى تحريك الجسم. وبالتالي طالما انه هي فقط القوة المحركة الوحيدة الموجودة. هذا بيساوي ماذا? كتلة الجسم. لو اعتبرنا ان كتلة الجسم. ام ضرب تسارع الجسم. اذا تلاحظ ام جي ضرب ساين فيتا يساوي ام ضرب ا. ام جي ساين فيتا يساوي ام ضرب ا. اذا الان بتروح من الطرفين لو قسمنا على الان في الطرفين بتروح. اذا تسارع ماذا يساوي اقدر اكتب قانونة تسارع في حالة تسارع ايه يساوي. تسارع الجاذبية ضرب ساين زاوية مين? السطح. هذا اذا كان السطح ماذا? اذا كان السطح املس. اذا كان السطح املس. فان تسارع الجسم يساوي تسارع الجاذبية ضرب ساين الزاوية فيتا. طيب هل هذا التسارع صحيح؟ المعقوبة نعم صحيح. كيف نثبت ان هذا صحيح؟ لو اخذنا زاوية المين التي تكون صفة. يعني السطح افقي. هل نتوقع ان الجسم بينزلهم اذا السطح افقي؟ يعني خدا ناخذ هذه التسارع في حالة خاصة. اذا كان تتساوي صفة. هذا سطح افقي. السطح الافقي ايه ماذا يساوي؟ ساوي جيدر. وساين صفر. وساين صفر. او جا صفر ماذا يساوي؟ ساين صفر. وبالتالي هذا بيساوي صفر. نعم هنا ما بيكون اي تسارع اذا كان السطح افقي. ناخذ حالة ثانية. وهي انه في حالة السقوط الحر. يعني جسم سقط مباشر. او اذا كان السطح عمودي تماما. اذا كان السطح عمودي في الجسم ينزل مباشرة. بيسقط عمودي. اذا في الحالة الثانية في ت تساوي. في الحالة الثانية. في تساوي تسعين. فهنا A تساوي G ضرب سان تسعين سان تسعين يساوي واحد إذن الجواب يصير G نعم وهذا هو تسارع الجسم صار قصة حراً عمودية فإذن القانون صحيح يمكن التحقق من صحيح طيب هذا بالنسبة إلى السطح السطح ماذا؟ السطح الأملة لأننا ننتقل إلى السطح الخشم في حالة السطح الخشم خلنا نرسل نفس الرأس عندنا السطح خشم ماقل ونفرض نزاوية الميلان في الفيطر ففرض أن الجسم موجود الشكل طيب في هذه الحالة كم قوة خارجية تؤثر على الجسم؟ بتكون قوة الجاذبية وأيضاً القوة العمودية وأيضاً عندنا قوة أخرى لأن السطح ماذا؟ السطح خشم فعندنا قوة تؤثر عكس اتجاه حركة وهي قوة عكس اتجاه الحركة يعني في هذه الجهة عكس اتجاه الحركة بتكون في هذه الجهة فإذن الجسم بيكون تحت تأثير ثلاث قوة خارجية قوة الخارجية هي كالتانية قوة الأولى هي قوة الجاذبية وكما اتفقنا قوة الجاذبية دائماً تؤثر لأسفل هذه قوة الجاذبية هي MG هو شأن القوة MG تؤثر في مركز الجسم عندنا قوة أخرى هي قوة العمودية قوة العمودية هل تؤثر قوة العمودية تؤثر رأسياً إلى عمودياً أفضل عمودياً على السطح العمودية F وعندنا قوة الاحتكاك قوة الاحتكاك تؤثر عكس اتجاه عكس اتجاه الحركة هل نسميها F كيف طيب احنا من شوي حللنا قوة الجاذبية إلى قوتين قوة إلى قوتين قوة موازية للسطح قلنا هي التي تؤدي إلى تحريك الجسم سميناها F وقلنا هذه تساوي ماذا؟ تساوي M G ضرب ساين طيب عندنا قوة عمودية أيضاً أخرى على السطح أو قوة هي مركبة لقوة الجاذبية سميناها F Y وهذه F Y F Y هذه تكون اتجاه معاكس للقوة العمودية هذه سميناها F Y وواضح أن F Y هي المجاورة للزاوية لأن أكبتنا أن هذه الزاوية تساوي هذه الزاوية فبالتالي F Y المجاور نقدر نجده بضرب الوتر اللي هو M G ضرب ماذا؟ ضرب كوساين ثيتا إذن عندنا F X M G ضرب ساين ثيتا وعندنا F Y وهي M G ضرب كوساين ثيتا وهي تساوي الـ F Y تساوي هذه أساوي F Y أساوي F N تساوي F Y إذن الآن اتضحت المسألة لو أردنا نطبق قانون موتن الثاني في هذه الحالة قانون موتن الثاني بيكتب بالشكل التالي قانون موتن الثاني بيكتب بالشكل التالي موتن الثبيع قانون موتن الثاني سيجما F طبعا باتجاه الحركة قانون موتن الثاني في العادة إذا كان عندنا تسارع فنأخذ القوة التي تكون باتجاه التسارع يعني باتجاه الحركة تكون على المحور X يساوي M ضرب A طيب القوة المؤثرة على المحور X هي ماذا؟ لو اعتبرنا هذه الجهة هي الجهة المجهبة وهذه الجهة هي الجهة السابقة بيكون عندنا F X بتكون بالاتجاه المجهبة و F K بتكون بالاتجاه السابقة إذن بيكون عندي F X ناقص F K يساوي M A الآن عوض الـ F X إنه تساوي M G ضرب ساين M G ضرب ساين في في ناقص F K هي عبارة عن معامل لإحتاج الحركة ضرب القوة العمودية يساوي M A A الآن عوض بدال S N والـ F N يمكن أن تساوي ماذا؟ تساوي F Y والـ F Y هي M G ضرب كوساين فيتر فإذن مباشرة أبدأ أقول M G ساين فيتر ناقص نيوم K S N عبارة عن M G كوساين فيتر تساوي M A واضح أن M موجودة في جميع الحدود فلما أقسم عليها M تروح إذن A مباشرة A أقدر أكثر قامل A قامل التسارع في حالة السطح الخشم A تساوي أو أبدأ أقدر بالمعادلة وهذا ما يعود أشيء تساوي G وأقدر أطلع هنا G أيضا عامل مشترك G ضرب ساين فيتر ناقص ميوم K ضرب كوسان فيتر وهذا وهذا تسارع في حالة السطح الخشم هل نقدر متأكد من معلم كيف لو فرضنا أن السطح أملس وليس خشم معناته M كيف خشم جيد نعرف الاستنتاج حتى نعوض بشكل سريع ونكون فاهم ناقص الميوم وتساوي فاصلة 25 ضرب كوسان في 45 طبعا هذه مجدها بالآلة الحاسبة مجدها بالآلة الحاسبة فهو ساوي بين الآلة الحاسبة نمسح هذا نقول يساوي 9.8 ضرب كوس ساين 45 ناقص ميوم وتساوي 25 بالمئة ضرب كوسان 45 45 كوسان سك القوس تساوي الجواب يصير 5.19 إذن تسارع يساوي تسارع يساوي تسارع يساوي 5.19 هل هذا الجواب صحيح يعني فيزيائيا صحيح يعني كم مفروض يكون الجواب منطقيا الجواب لا بد أن يكون عقل من تسارع 9.8 وبالتالي هذا الجواب يكون منطقي الجواب يكون منطقي أظن أن هذا مناسب ويكفي لهذا الفاصل الآن فقط يسجل الواجب أو الأسئلة للمفروض أننا نحاول طبعا لو راجعنا لو راجعنا إلى دليل المراجعة حتى نشوف فعلا هل غطينا إحنا الفصل هذا ما عم درسناه إذا كانت الزاوية بين المتجهين تسعين ففي هذا الحال يستخدم نظرية في ثاغوس أما إذا كان الزاوية تختلف عن تسعين نستخدم قانون الكوساين اللي كتبه الكتاب بالناقص بينما احنا كتبناه بالزائد اعتمادا على الزاوية بين القوتين أو المتجهين إذا انطلقوا من نقطة تأثير واحدة وبالتالي هذا هذا قانون الكوساين وهذا قانون الساهم وهذا قانون التان وهذا كله شرحناه وهذه قانون قوة الاحتكاك سواء كان لنتحرك أو الساكن وطبقنا هذا على الجسم المنزلق من على سطح مائل سواء كان السطح أملس أو كان خشب الأسئلة أسئلة الواجب من درجة واخدنا سؤال 56 وهو أيضا تطبيق هذا مباشر يعني هذا وهنا رسم متجه عبارة عن إيجاد محصلة متجهين بطريقة الرسم هذا سؤال 56 وسؤال 62 وهذه تطبيق طريقة الطريقة التحليل الطريقة المحلين بها المثال سؤال 62 سؤال 64 وهي عبارة عن أو فكيفة تكسبه التسارع كم تم قوة الاتفاق وهذا مثال على قوة الاحتكاك وأخيرا مثال على الجسم الذي ينزلق من على سطح مائل طبعا هذا هنا بيكون عندي جسمين وليس جسم واحد هنا بيكون عندي جسمين وليس جسم واحد بانطبق على هذا الجسم ثم بانطبق على جسم الثاني بالطريقة اللي طبقناها على الجسمين اللي يتحركان على بكرة يتسارعان على بكرة ولكن هنا الجسمين ليسوا عموديين يعني ما عندي جسم يصغل على جسم يصغل أسفل نفس التسارع فقط التسارع هنا بيكون واحد منهم لأعلى وواحد أسفل يعتبر على الجسم الأكبر واضح أن هذا الجسم الأكبر هو النازل لأسفل فالتسارع هنا بيصد فيها التسارع هنا بيصد في هذه علمه فهي عبارة عن تطبيق يعني كأننا السؤال هذا سؤال سؤال عفوا ستة وستين سؤال ستة وستين جمع الفكرتين فكرة الجسم المنزل من على سطح مائل والجسم المربوط على بكرة يعني باختصار نقدر نقول أن الأسئلة أسئلة الواجب هي هذه سؤال عشرين بعد حلينا سؤال خمس وثلاثين وستة واثنين وستين واربع وستة وستين هذه أسئلة مناسبة بالتحقق من الفهم واتبارها كواجب والحمد